يا مساء الفل والسعادة لكل مستمع الراديو تسعين تسعين هواها مصري أهلا 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 حلقة جديدة من قد المقام بكون معاكم بسانت بكر كل يوم جمعة وسبت من 12 ل 2 بالليل النهاردة هنتكلم عن مجموعة من الملاحنين يمكن ما خدوش شهرة كبيرة زي أسماء ملاحنين تانين رغم أن الملاحنين الأولانين أسروا الموسيقى والتراس المصري والعربي الموسيقي بألحان وأغنيات في منتهى العظمة هل تسمع مثلا عن الأستاذ محمودي الشريف الأستاذ أحمد صدقي التلاتة عبدالعظيم عبدالعظيم عبدالحق عبدالعظيم عويدة عبدالعظيم محمد طبعا أسماء كتير لكن خلونا كده في حلقتنا النهاردة ناخد جولة ما بين الأسماء اللي ذكرناها تفتكروا ليه الأسماء دي وغيرها طبعا ما نلوش الشهرة والصيد زي زميلهم هل مثلا هو زكاء اجتماعي هل هو بلغة النهاردة وما بيعرفوش يعملوا ماركتينج لنفسهم تسويق يعني ولا ما خدوش حظهم إعلاميا 1-99 رقم الرسائل و 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون وصفحتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستجرام هي الراديو 9090 هل تسمع مثلا عن الأستاذ محمود الشريف الأستاذ أحمد صدقي التلاتة عبدالعظيم عبدالعظيم عبدالحق عبدالعظيم عويد عبدالعظيم محمد أسماء كتير يا جماعة وتفتكروا ليه بعض الكبار في مهنتهم لا ينالوا الشهرة والصيد زي زميلهم هل مثلا المسألة فالزكاء الاجتماعي هل هو بلغة النهاردة ما بيعرفوش يعملوا ماركتينج لنفسهم تسويق يعني طلبوا معنا أغانيهم محمود الشريف هو ملحن أطلب عناية قلبي وعناية فداك ليلة مراد رمضان جانا عبدالمطلب غنوة النشيد رمضان الوطني عطرين دلوني أحلام فاكرين هنسمع الغنوة مع بعض عبدالعظيم محمد عمل مثلا لرشدي يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب وعمل بالسلامة يا حبيبي بالسلامة أنت قد تسمع راديو زمان الصبح نجاح سلام في برنامج المرور الصبح وإحنا رحيني المدرسة كانت الغنوة المشهورة للبرنامج المروري كمان عبدالعظيم محمد عمل مثلا أغاني فيلم الشيماء إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء عبدالعظيم عبدالحق بقى أنت تعرفه ممثل أكتر بالمناسبة إحنا هنحكي طبعا وإحنا ماشيين كده بس عبدالعظيم عبدالحق عمل مثلا ساحب رمشو ساحب رمشو ورد الباب محمد أنديل عمل الشغل كتير جدا لكن خلونا كده عشان ما نتكلمش كتير نروح أو نركز مثلا مع الأستاذ محمود الشريف ملحن قدير جدا أسره الحركة الموسيقية في مصر في منتصف القرن العشرين وتأثر جدا بسيد درويش وبلدياته من اسكندرية ومن أشهر ألحانه نشيد الله أكبر اللي كان موجود أو يغنى في حرب السويس 56 ويعد كمان يا جماعة من أقوى الأنشيد الوطنية وزي ما قلت كمان من ألحانه أو أشهر ألحانه رمضان جانسة وقد المقام ومعدنا الأسبوعي كل جمعة وسبت من 12 ل 2 بالليل عشان محدش ينسى من الأسبوع للأسبوع لقيكوا بقى نمتوا نسيتوا أنا بقول لكم أهو النهاردة بنتكلم عن بعض الأسماء من الملحنين المنسيين رغم أنهم كبار أوي 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 أنتوا شايفين عمالين نسمع طوحة فنية إحنا بنتكلم على محمود الشريف الأستاذ الكبير طبعا الملحن محمود الشريف وزي ما قلت لكم في اللينك اللي فات اسكندراني موليد سبتمبر 1912 وحب المزيكة جدا من طفولته وكان متأثر جدا بسيد درويش وبعدين قرر أن هو ينزل القاهرة زي طبعا سكندريين فنانين كتير نزل القاهرة وكان معا صديقه محمد عفيفي الفنان السكندري محمد عبدالوهاب عجب وقاوي غنوت بتسأليني بحبك ليه اللي لحنها محمود الشريف لعبد المطلب وسنة 46 انتشر نبأ زواج أو خطوبة أو كتب كتاب الأستاذ محمود الشريف بالست مكلسوم وطبعا ده عمل مشاكل حواليها طبعا لأن كان محبينها كتير ومردينها كتير والزواجة لم الزواجة الجوازة لم تتم الزواجة طيب سمعكم من ألحان محمود الشريف يعطرين دلوني للصوت الجميل أحلام وسمعكم كمان لحن مهم جدا له لمحمد عبد المطلب رمضان جانا تعالوا نحتفل برمضان قرب خلاص قدامه ايه مثلا 4, 5, 6, 7 شهور احنا بقى نخليك سيكلوسف ويقرب عندنا استفتكروا ليه بعض الكبار من فيلم هن زي التلحين مثلا النهاردة واخدين كده اللقطة ما نلوش الشهرة والسيت زي زميلهم هل هو زكاء اجتماعي هل ما بيعرفوش يعملوا ماركتينج لنفسهم ويقعودوا في يروحوا هنا ويروحوا هنا طب هو يعني ايه سوش الامتليجنس أصلا يعني ايه زكاء اجتماعي زكاء اجتماعي يعني مبدئيا كده واحد يبقى عندك مهارات لاستماع يعني الشخص الزكي اجتماعيا يسمع أكتر ما يرده أكتر ما يتكلم ويدي اهتمامه تماما للآخرين الشخص الزكي اجتماعيا عنده مهارات للحوار تقدر تتكلم وتاخد وتدي مش وان وي يعني انا هتكلم بس وانتوا سمعوا فش حد تتكلم انا زي ما بتكلم كتير كده انا بس هتكلم الشخص الزكي اجتماعيا يعرف يدير اللي بيوصله وبيوصل لودانه ما ياخدش بالوشيات وما ياخدش بالكلام ويقدر يتحقق مين الصح ومين الغلط ومين العامل ومين المساوي الشخص الزكي اجتماعيا لا يجادل يعني اللي هو لو شفت شخص يقاطع ويخالف ويعارض الاخرين في كل قاعدة يعني ده يفتقر تماما للزكاء الاجتماعي لما قريت عن الاستاذ محمود الشريف يا جماعة عرفت ان هو كان عصبي جدا وكل حاجة يتخانق وكل حاجة يجادل يعني رغم الموهبة الكبيرة شفتوا الحان وعملة ازاي لكن كان صعب جدا ان انت تتعامل مع الزكاء الاجتماعي ازاي تكون سهل مع الناس وازاي تبقى يعني تمنطق الاشياء 1-99 رقم الرسائل 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون وكلموني يقولولي يعني ايه زكاء اجتماعي يعني ايه اسوق لنفسي وهل بعض الناس في المهن اللي بيشتغلوا فيها بيبقوا محتاجين زكاء اجتماعي او تسويق معين علشان يعني يبانوا او يظهروا يعني لما تيجي النهاردة تعمل حلقة عن نعمل حلقة النهاردة عن ملاحنين منسيين وتشوف ان دي اشغلهم ودي اغانيهم محمود الشريف دلوقتي احمد صدقي نتكلم عنه احمد صدقي اتخرج من الفنون التطبيقية في اوائل التلاتينيات واشتغل اتعين على طول رسام في دار الاثار المصرية لكن هو منجازب جدا من وهو صغير وهو طفل للموسيقى والسيد درويش واتصل بالشيخ درويش الحريري وتعلم على دي المقامات الموسيقية واداء الادوار والمواشحات وبدأ حياته يا جماعة كورس في عدة فرق طبعا عمل اغاني كتير جدا لكن هو كمان يعني اهتم جدا بالتراث الشعبي واسس ما يسمى يا جماعة بركن الريف في الازاعة المصرية واتخصص في تقديم الاغنيات والبرامج الغنائية الدرامية عن حياة الفلاحين في القرى المصرية بص الجمال بص الجمال طبعا هو ملحن رايداك والنابي رايداك عمل طبعا شغل كتير وعمل برنامج اذاعي شهير جدا طبعا قديم اسمه الاغاني للاصفهاني وده يعتبر من امهات البرامج الغنائية في الازاعة المصرية تعالوا نكمل مع الاستاذ احمد صدقي بدايته في الازاعة يعني ومن حبه في الازاعة عمل غينوة سنة 52 اسمها عالدوار لمحمد انديل فاكرينها عالدوار عالدوار راديو بلدنا في اخبار عالدوار عالدوار من اجمل الاغاني بس هغنيلكوا وقالها سمعكم النهارده سماح ياهل السماح لمحمد انديل من الحان احمد صدقي كمان استاذ احمد صدقي يعني كانت بدايته الفنية قوية جدا لانه لحن للفنانة ليلة مراد اشهر غنيها في افلام شاطئ الغرام زي مسافر وناسي هواك رايداك والنبي رايداك وعمل لها كمان بحب اتنين سواء المياه والهوى وفي فيلم حبيب الروح عمل لها كلمني يا امر وعمل لها طب فاكرين غنوة الاستعراضية الشهيرة شفت منام واحترت انا في دلوقتي احكيلكوا علي كمان عمل في الاربانيات غنوة حلوة قوي المطربة اسمها النجاة علي وعلى فكرة نجاة الصغيرة سموها الصغيرة علشان ما يختلفوش بقى اتنين نجاة فنجاة علي فقاله طب لو قلنا نجاة بس كده للصغيرة يعني هيفتكروها نجاة علي لانها يعني غنت قبلها فقال قاله نسميها نجاة الصغيرة كناية طبعا انها غنت وهي صغيرة الاستاذ احمد صدقي عمل طبعا الحن كتير جدا وبالمناسبة هو عمل اول لحنة لشادية مش منير مراد عمل لها غنوة اسمها سحر عنيك العسلية والصموار والخفية حلفولي انك مصرية مش مشهورة قوي كانت في قوائل الخمسينات قبل ما منير مراد يلحن له مقامه عالي والله عبدالعظيم محمد الملحنة اللي هنتكلم عليه دلوقتي سريعا لان الوقت يداهمنا التحق بالمعهد العلي الموسيقى وكان دفعة عبدالحلي متخرج سنة خمسين وعنده مجموعة كبيرة جدا من الاغاني محمد انديل مثلا ميت لحن ماشي كلامك ومدحوهات يا تاريخ فايدة كامل اشتغل معاها يمكن تمانين غنوة محمد رشدي أربعين غنوة منها يا ليلة مجانة الغالي وسلس الفضة والصبرين بخير وأفرح المطلبة كمان شهر زاد يمكن يعني هي قديمة شوية ويمكن كتير ما يعرفوهاش لكن عمل لها ربعين غنوة سعاد محمد عمل لها طلع البدر علينا وانك لا تهدي الأحبة من أغاني فيلم الشيماء وكان يزعل جدا لما الناس ما تعرفش شغله إيمان بنته في أحد الحوارات قالت هو ما كانش لا يروح ولا يجي كان يشتغل يعني ما عندوش علاقات يعني يعني هو يشتغل بس رغم كل هذا الانتاج فزي ما بقول لكم فكرة التسويق لنفسك إن انت بقى عندك علاقات اجتماعية وتروح وتيجي وووو يعني لكن طبعا يعني كل شخصية وليها يعني حكايات ووقتنا بيجري جدا ولسه عايزين نتكلم عن الأستاذ عبدالعظيم عبدالحق والأستاذ عبدالعظيم عويدة وعندنا كمان مكان قد المقام مسرح الطليعة طب خلوني سريعا الأستاذ عبدالعظيم عبدالحق إحنا نعرفه ممثل موجود على فكرة في بوست الحلقة اللي موجود على الفيسبوك على صفحة الراديو تسعين تسعين بدأت علاقته بالفن من خلال المزيكة عبدالعظيم عبدالحق ودرس المزيكة ودرس مصرح وعمل أغاني عظيمة جدا زي مثلا تحت السجر يواهيبة وعمل سحب ريمشو لمحمد أنديل الأستاذ عبدالعظيم عويدة اهتم أكتر بالموسيقى المصرحية فأسس كرال مسرح الطليعة ومصرح الطليعة جماعة تاريخه كبير جدا وهو إحدى مسارح الدولة والحقيقة بيعود تاريخ مسرح الطليعة للفنانين الكبار محمود السباع ومحمد توفيق وبعد كده الأستاذ سعد أردش وتعامل عليه مجموعة كبيرة من المصرحيات وشارك فيها الموسيقى الكبير عبدالعظيم عويدة بمزكته من خلال عرض المصرحيات طبعا أصدقائنا كتير طلبوا عبدالحليم حافظ وكان نفسي أسمعكم مثلا سحب ريمشو العبدالعظيم عبدالحق أو تحت السجر يواهيبة أو بعض موسيقات الأستاذ عبدالعظيم عويدة لكن